إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أفاد مسؤول أمني في إدارة جرميان ضمن أقليم كردستان بمسرع مدني وإصابة آخر إثر انفجار صهري جغاز في قضاء كلار التابع للإدارة وقال العقيد الحقوقي علي جمال قدوري مسؤول إعلام شرطة جرميان إن مدنيا لقي مسرعه وأصيب آخرين بجروح بليغة جراء انفجار صهري جغاز في منطقة الحي الصناعي في قضاء كلار وبين قدوري إن الانفجار وقع خلال أعمال صيانة لحيم للصهريج وكان بداخله بقايا غاز التي انفجرت جراء النار والحرارة مشيرا إلى نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى فيما فتحت تحقيقا بالحادث ترجمة نانسي قنقر